تسمح لي بقى ناخذ الفاكسات بتاعتك تفضلي طب الفاكسات بتاعت هتاخدوا ليه ناخدها وروح واحد بيقول الأستاذة الصفاء السعود تقبل يا خالص تحياتي أنا ومجموعة أصدقائي متابع برنامجك الجميل ساعة صفاء ولقد ساعدنا كثيرا باستضافة النجمة خفيف الظل السامير غانم فاتوتا وأرجو أن تعذرونا لأننا لدينا مجموعة أسئلة مشتركة لكم وإنتوا الاثنين فضل أولا كيف تم اللقاء الأول بينكم في مصرحية موسيقى في الحاي الشرقي ده أول سؤال أنت جواب يا سامير يعني اللقاء المخرج اختارك واختارني لدول مفاش يعني لا كان لنا لقاء كان فيه قبل كده آآ آآ ما هيكنا نملك آآ أنت لقاتلت عليه هو كان يبقى اللقاء ما كانش في موسيقى ما كانش اللقاء بقول التقيت وفي الموسيقى في يظهر أنه هو معجب مثلا بموسيقى في الحاي الشرقي آآ يعني كان فيه قبلها مصرحيتين كمان آآ آآ التقينا فيهم قبل كده كان فيهم مصرحيتين أنا وسامير غانم آآ وهي موسيقى في الحاي هي أنت اللقاء التالت عليه وفندو الأشغال الشقة وفندو الأشغال الشقة وبعد كده طبعا مش يتبقى الحكاية أولا أنها أطرف المواقف التي عشتوها سويا بالمصرحية الحقيقة دي موقف كتير أنا هو يكفي الأطفال طبعا يكفي وجود الأطفال دي حاجة ولو تذكري كمان الموقف اللي فيه جورج ربنا اشفيه لما داخل مندفع ورح واقع ده الغد الوقت آآ حبيبي أنا رح ما نطاطش ولا أنت نطاطي ما حدش تكلم وداخل ماشي بيهو عاوز يضرب شلوت آآ يعني أو يعددني بالشلوت آآ فكان اختل توازنه الرجلين طاروا ورح نازل لو في موقف تاني الحقيقة كان المفروض الأطفال بيروحوا يخشوا يلبسوا أمسان النوم وييجوا بيقولهم يلبسوا أمسان النوم وييجوا فدخلوا وهم دقوا واحدة فيهم صغيرة ضلمت الأوضة فكل واحد لبس أمس نوم الشورط بقى والطويل لبس قصير والقصير لبس سمير ده طبعا ما نتقش وحاجات ده مندي كثير لا لو أنت فاكرة بقى الموقف اللي هو الفضيع فيها لما جال راجل بتاع المفرقعات وعمل اللي هو في جار وبيطلعوا الأطفال يعملوا فيها مقلب فوق فجبنا واحد لعمل الانفجار فجورج قال له حديك إشارة يا دوبك هما كانوا فجارين يعني انفجار أول وانفجار تاني نسمع صوت الانفجار فقال له أنا جاهز أول عامل الفتيل والبتاع كان بالذات في مصرح اللي هو بقى ماريوت دلوقتي اللي هو عمر الخيار فلوه بريم مهدي نفسه ده المجنون ده فقال له لما تخافش على سيد جورج أنا جاهز قال له حديك إشارة بتعمل الانفجار إشارة تانية بإيه دي تعمل الانفجار التاني فرح حط تركيبة ديناميد ده حقيقي ولا معرفش إيه وراح بوه مصرح حصل خرم في الدكور قد كده لقيت الصف الأولاني والتاني جري على برا فجورج بيشاور له كده عشان إيه خلاص فعمل له كده وراح فائع رح المصرح كله في الشارع برا المفروض أنك كنت تسافر أمريكا في سفرية وبعدين أنت مسافرتش إيه سبب أنك مسافرتش أمريكا هو أنا كان كنت بصور وقتها نعم ممكن أربع أفلام بس كان فيه فيلم مهم قوي آه اللي هو فيلم الكذاب آيوة تعال صراحة بصيف آه فرجاء في السفر ده فجأة مش فجأة لأ كان معروف بس جاء وقت الأفلام فأنا كان مشكلة بقى أن أنا لو أسافر حوقف المصيبة دي كلها كذا فيلم المشكلة أعمل إيه أعمل إيه مش عارفوا عصابي متوترة وبتاع فكان منتج قال لي أعمل عيان وخلاص قلتولي إزاي قال لي آه أعمل عيان طب طب يعني أعمل عيان قال لي مجش تاعوا أنا بعتك المحامي بتاعي طب حتة محامي زريف قوي قصير كده قال لي مجش استنى بس مش مسكرة بس تعرف وصفر إمتى قلت له بكرة الصبح قال لي خلاص دخلك المستشفى بالليل أعم إثبت حالة وما فيه يعقية بالسهولة دي أعمل إيش ده بس أنا الحامين مفاهمين شغلين بس محامي ده مخفيف جدا فعلا بوم بوم وضى بالمسائل وبتاع دخلت المستشفى عليه نهعمل مصران الأعور أعم وتحليل ومش تحليل قال له آه لا فيه مصران أي تحليل فيه التهاب قال لك التهاب يبقى مصران لأنه اللي قول أي ولا حتى قلت غلط قال لي لا إنه حالتاني عدم عدت طيارة جومت ده كترة جاهزين بقى يعملوا العملية قلت لهم لا شكرا أنا بس الحد يقل طب اكتب وراء إنك أنت خروجك على المسئوليتك قلت لهم آه أوكي وعدت المسألة تتذكر بقى مين اللي سفر مكانك سمعت لا أقول لا أنت عارب أستاذ حسن عبد السلام المخرج وحضرتك وجورج رباني أشفي آه وبعدين تتذكر وقعة جينا حكي نهالك إحنا على إنك تلعت أستاذ حسن عبد السلام تلع مكانك وهو بنضارة أيوة مع نفس النضارة والصلعة الخفيفة دي كان مقتها فواحد تلع من الصلة قال لنا إيه قال لأيه سمير مالك صوتك ايوة افتكرنا اتغيق كده لأيه سمير ومن غير شلب كمانا ومن غير شلب ومصر يفكروا بنفسه من جامعة سكندريك وليس الزراعة صح؟ اي اي لا وأنا والله كانت أعصابي متوترة وبقيت مش عارفة عيني هتعملوا وعرفت إنكم سفرتوا لأخر لحظة يعني على باب الطائرة كانوا منتظريني طبعا لأخر لحظة طبعا كنا منتظريني والراجل بعد كده ما سكيتش رفع قضية علي بس القضية طلعت معي اثبتات إن أنا كنت إن أنا كنت عادي المسرعة